بحث وزير السياحة والآثار مكرم القيسي مع مدير هيئة الحج المسيحي النيجيري يعقوب بام والوفد المرافق سبل التعاون في زيادة أعداد السياح القادمين من نيجيريا إلى الأردن بقصد السياحة الدينية وأكد القيسي أن الأردن هو من أهم وأبرز وجهات السياحة الدينية في العالم وذلك لما يتمتع به من تنوع دينيا وحضاريا وقيم التسامح والعيش المشترك مشيرا إلى أن مواقع المقتص وجبل نيبو وكنيسة أمار الياس وكنيسة سيدة الجبل ومكاور والمواقع الأثرية الأخرى كأم الرصاص واكه في السيد المسيح تعتبر مواقع هامة للحجاج المسيحيين ووجهة دينية وسياحية رئيسية في المنطقة من جهته بين المدير النيجيري أن الهيئة تعمل على نقل الحجاج المسيحيين إلى الأردن باعتباره وجهة رئيسية للحج الديني المسيحي اشتركوا في القناة